السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغنضة ومصيرة اشتركوا فيها وهتعجبكم ان شاء الله لا شك ان ما فيش ابعد ولا اكتر عزلة من القارة القطبية الجنوبية القارة كلها على بعضها كده هي اخر مكان استكشفه الانسان عمر محد من البشر سكنها ولا حد رجله عليها لحد سنة 1820 وده بالرغم من انها قارة كبيرة مسحتها اكتر من 14 مليون كيلو متر مربع يعني اكبر من قارة اوروبا كلها واللي بيحب العزلة والمناطق النائية مش هلاقي احسن من كده مكان ولو المكان برد شوي عليك فشهر ديسمبر او يناير او فبراير هم ادفأ شهور في السنة كلها الجو هناك ساعتها بيبقى حر جدا ممكن يوصل لصفر مئوية واما بقى لو تسأل الاقامة هتكون فين فكتير من الحكومات بتمتلك محطات ابحاث ومستعمرات بصورة دائمة في القارة القطبية وده معنى ان القارة دايما موجود فيها ناس بيزيدوا بقى او يقلوا حسب احنا في الصيف ولا في الشتاء لكن في النهاية مهما زادوا اضمن لك انك تقضي وقت في عزلة تمة بدون اي ازعاج بقولك قد اوروبا يجي مرة ونص ومش عايش فيها غير تلات اربع تلاف انسان ولو خلاص نويت وحضرت الشنطة ممكن ارشح لك مكان ممكن تروح مستعمرة فيلا الاسترية مستعمرة فيها 14 بيت وبنك ومكتب بريد وصالة العاب وشوية حاجات حلوة كده والمستعمرة اسمها الاسباني معناه قرية النجوم السماء هناك صفية جدا والنجوم واضحة بالرغم من الغيوم اللي موجودة ده غير ان السماء بيظهر فيها اضواء الشفق القطبي معشط هتلاقي الفقمات والبطاريق والطيور النادرة لو مش قادر بقى تستحملك كم الف اللي موجودين في القرى القطبية الجنوبية يبقى حليك وعلى قرية هادية بعيدة عن العلماء والاستكشافات والسياح والكلام ده كله وهنا احنا مش بنتكلم عن قرية زي اللي احنا نعرفها في مصر ساحة واسعة وبرضو بترايها العصاب إلا ان احنا بنتكلم المرة دي عن قرية تلجية في آخر العالم تحديدا في شمال كندا قرية خليج جريس هي قرية بتقع بالقرب من قمة العالم مش بيسكن فيها غير شعب الانوت اللي احنا بنقون عليهم الاسكيمو والقابلة اللي بتسكن هناك في منتهى الوداعة ومرحبين جدا بالزائرين بالقرب من القرية في مطار صغير بيقدر انه يستوعب طيارات صغيرة ومروحيات وكلمة جريس هي كلمة نرويجية معناها حيوان الخنزير والسبب في التسمية دي انه لما وصل المستكشف النرويجي أوتو سفيردروب لموقع القرية للمرة الاولى سمع صوت يشبه صوت الخنزير وعلشان كده رح مسمي المكان خليج الخنزير والحقيقة ان القرية والمكان كله لحد المطار ما كانش فيه خنزير في يوم من الايام ولا فيه خنزير النهاردة الصوت اللي سمعه أوتو كان صوت من قطعان الفز والفز هو حيوان يشبه كلب البحر شوية لكن لهها انياب وبيسمى في بعض الدول بفيل البحر لكن بما ان اسم خليج الخنزير اسم غير لائق للمكان فأهل القرية مش بيسموها كده بيسموها إينوكتيتوت واللي معناه باللغة المحلية الشيء اللي مش بيدوب في إشارة للتلج اللي موجود في كل حتة والقرية دي هي المكان الوحيد اللي مأهول في الجزيرة الضخمة دي اللي مسحتها حوالي 200 ألف كيلو متر مربع واللي تعتبر التالت أكبر جزيرة في كندا كلها وتقدر تقعد فيها في أي مكان تحبه سنة 1787 خرجت سفينة بريطانية تجارية علشان تجمع بزور النباتات من الجزر اللي تلاقيها في جنوب المحيط الهادي وكانت السفينة HMS Pounty بقيادة الضابط البحري ويليام بلاي وخلال شهور طويلة من الإبحار والراحة بين الجزر كانت السفينة تمالت بالبزور والعبيد من الجزر اللي عدت عليها وأثناء الرحلة لاحظ الملازم فلاتشر كريستيان واحدة من الجزر الفاضية مفيش حد اكتشفها من السكان الأصليين فرح عامل تمرد وحرق السفينة وتعرف التمرد ده تاريخيا باسم تمرد باونتي وبعدها استقر كريستيان على الجزيرة مع بعض البحارة وكان معهم العبيد والستات اللي سرقوهم خلال الرحلة ومن ساعتها بقت الجزيرة المعزولة دي ملك لنسل البحارة اللي عاشوا عليها ومع اكتشاف الجزيرة بصورة رسمية بعدها بسنين كان الموضوع تنسى ومحدش عمل حاجة للأبناء وتسمت الجزيرة باسم جزيرة بيتكايرن وتعرفت على إنها واحدة من أبعد الجزر المأهولة وأصعبها في الوصول على الإطلاق ومسحت الجزيرة حوالي 47 كم مربع وبيعيش عليها حوالي 100 إنسان والكم واحد اللي عايشين عليها دول نادرا لما حد بيروح يزورهم وعلشان تستوعب مدى انعزال الجزيرة خلينا أقولك توصلها إزاي لو قررت أنك تروح أولا هتاخد طيارة لآخر الدنيا في استراليا أو نيوزيلندا بعدها هتاخد طيارة تانية تروح لبولينيزيا الفرنسية وبعدها هتاخد طيارة تانية تروح بيها لتاهيتي لما توصل تاهيتي هتستنى المركب اللي بتطلع مرة في الأسبوع علشان تروح لجزيرة ماجاريفا وصلنا لس؟ أول بقى ما توصل لماجاريفا هتقعد هناك ثلاث شهور لحد ما تيجي السفينة الشراعية كليمورتو واللي بتعمل رحلة من ماجاريفا لريكيتيا كل ثلاث شهور وبكده يبقى مش بائغ الرحلة واحدة بس بالقارب من ريكيتيا لحد بيتكايرين الجزيرة اللي احنا عايزين نروحها والرحلة الأخيرة دي بقى صعبة شوية بتستمر 32 ساعة في المياه الجنوبية للمحيط الهادي علشان في النهاية توصل للمكان المعزول اللي نفسك فيه واللي كل الناس بتفكر ألف مرة قبل ما تزوره لو كان كل الكلام اللي فات عن جزيرة بيتكايرين ما حوقش فيك وعايز عزلة أكتر من كده خلينا بقى نروح لأبعد جزيرة مأهولة على الأرض كلها جزيرة تريستان داكونها هي عبارة عن أرخبيل صغير مكون من أربع جزر والأرخبيل دا اكتشفوا الأدميرال البرتغالي تريستان داكونها سنة 1506 ميلادية لكن سنة 1816 استولت عليه بريطانيا والأرخبيل عبارة عن جزر بوركانية بيتعذر جدا الوصول لها بيهيش عليها أقل من 300 إنسان من السكان الأصليين في حالة من العزلة التمة على مساحة من الأرض بتقدر بـ 207 كم مربع وطبعا المساحة زي دي بالنسبة للعدد الصغير تعتبر مساحة أملاقة في بعض الدول أصغر من المساحة دي زي لختنشتاين مثلا الخلاصة أنك هتبقى عايش في مكان معزول تماما بعيد عن العمران دا غير إن المكان جميل ومليم بالطبيعة ومدرك في قائمة التراس العالمي لليونيسكو لو أبعد جزيرة مأهولة في العالم مش هتلبي أحلام العزلة لجواك فعندي ليك جزيرة أبعد كمان وقبل ما تقول لي مش أنت قلت أن تريستان داكونها هي أبعد جزيرة هقولك لأ أنا قلت أنها أبعد جزيرة مأهولة يعني أبعد جزيرة فيها ناس أما بقى جزيرة بوفا فهي أبعد جزيرة على الإطلاق يعني لو عايز جزيرة ما فيهاش أي إنسان يبقى عليك وعى الجزيرة دي والجزيرة دي تابعة للنرويج وبتقع في جنوب المحيط الأطلسي بالقرب من القطب الجنوبي مساحتها 49 كم مربع وأقرب حاجة ليها هي القارة القطبية الجنوبية على بعد 1600 كم يعني أقرب حاجة ليها أصلا معزولة هي كمان وتم اكتشاف الجزيرة سنة 1739 وحصل عليها نزاع ما بين فرنسا وبريطانيا والنرويج وفي النهاية تم اعتبرها محمية طبيعية تابعة للنرويج والسبب إن الجزيرة دي مش عليها سكان أصليين إنها أصلا ما ينفعش توصلها عن طريق البحر الوصول لها بيكون عن طريق طيارة هليكوبتر محمولة على ظهر سفينة السفينة تقرب قدر الإمكان وبعدين الهليكوبتر تكمل اللي فاضل وكل البشر اللي بيروحوها بيكونوا عبارة عن بعثات علمية بل إن حتى مهابة الهليكوبتر هناك قليلة جدا وبتعتمد على التقس بشكل كبير والجزيرة عبارة عن منحضر جبلي وعر ملهوش أي شاطئ فممكن بقى تأجر هليكوبتر وتروح هناك تنعزل براحتك بس يعمل حساجها في هدوم شتوي لإن الجو هناك برد شوية درجة الحرارة بتبقى عادة اتنين درجة مقوية ولو حتى دي مش عجبك هقولك على حتة أبعد قبل ما تقولي مش أنت لسه قيل إن جزيرة بوفيدي أبعد جزيرة هقولك أيوة أنت المرادة صح لإن أبعد وأكتر نقطة منعزلة على الأرض كلها هي نقطة مائية مش نقطة على اليابس وهي النقطة اللي بيطلق عليها العلماء اسم نقطة نيمو وبتعتبر أبعد نقطة في المحيط عن أي يابس على سطح الأرض وتسمت بنقطة نيمو نسبة لإسم قطان من قصة خيالية والنقطة دي العلماء بيستخدموها كمقبرة لمعدات الملاحة الفضائية يعني لما المعدة الفضائية بتخلص مهمتها وبينتهي عمرها الافتراضي بيوجهوها علشان تسقط في نقطة نيمو بعيد تماما عن أي عمران وسنة 2031 إن شاء الله كلنا هنتفرج في وسائل الإعلام على محطة الفضاء الدولية وهي بتقع في نقطة نيمو هي كمان وأقرب يابس لنقطة نيمو هي جزيرة بتكايران المعزولة اللي تكلمنا عنها من شوية والجزيرة بتبعد عن النقطة دي حوالي 2700 كيلومتر فلو جالك مزاج إنك تعيش فترة في أبعد مكان معزول على سطح الأرض ممكن تأجر يخت وتروح تقعد في نقطة نيمو شوية بس قبل ما تعمل كده لازم تبقى عارف تواريخ القائل من مادات الفضائية علشان وانت هناك مفيش حاجة تقع عليك بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أكتع ناس اعملولنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة يكتبهن في التعليقات أغلب الحلقة اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم سلام